العامل الأهلي والخيري في مصر موجود من سنين طويلة زي ما كنا بنتكلم مع دكتور طلعت لكن كان فعلا بينقصه التنسيق والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني عشان يبقى فيه دمان لوصول الخدمات للمواطنين الأولى بالرعاية يمكن عشان كده مصطفى الوضع اختلف فيه عشرين اتنين وعشرين صحيح ويمكن زي ما دكتور طلعت زي ما هو يمكن ذكره ولكن احنا يعني حنركز في التقرير بالشكل والصوت والصورة في شكل تاني سيد رئيس عبد الفتاح السيسي لما أطلق في عام عشرين وعشرين عام المجتمع المدني برزت فكرة هذا التحالف واللي نشأت بشكل طوعي ونشأت بشكل تلقائي من خلال حوار مجتمعي موسع ما بين كافة هذه الكائنات والجامعيات الأهلية خلينا نشوف التقرير بي أرشد ملامح هذا الأمر ونرجع نكمل مع حضراتكم العمل الأهلي والخيري في مصر راسخ وقديم ويعد التكافل الاجتماعي أحد أهم سمات الشخصية المصرية على أمار العصور ومع تزايد أعداد الجمعيات والمؤسسات التي تخطط حاجز الاثنين وخمسين ألف جمعية هذا بالإضافة إلى مئات الألاف من المبادرات الفردية الخيرية اتجهت معظم الجمعيات الكبرى لإطلاق حملات دعائية لجمع التبرعات مما أدى إلى حالة من الفوضى والتنفسية السلبية بين المؤسسات الكبرى من أجل تأمين أكبر حصة من التبرعات هذا بالإضافة إلى الهجوم على بعض مؤسسات العمل الأهلي في مصر بسبب بعض السياسات المعمول بها داخل هذه المؤسسة وهو ما أدى إلى فقدان جزء من الثقة بين المواطنين والجمعيات وفي ظل هذه الظروف وعدم وجود آلية تنسيق واضحة بين مؤسسات العمل الأهلي وبعضها البعض أهدرت الكثير من موارد هذه الجمعيات مع عدم وصول المساعدات إلى مستحقها لعدم وجود تواصل مباشر بين الجمعيات وبعضها البعض وعدم وجود قاعدة بيانات موحدة تجمع بيانات الأسر المستفيدة ولذلك فور إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عام المجتمع المدني كانت أولى مطالبات مؤسسات العمل الأهلي بتنوعها الكبير أن تكون هناك آلية للتنسيق بين أطراف العمل الأهلي والتنموي وبعضها البعض من هنا جاءت فكرة التحالف الوطني والتي نشأت بشكل طوعي وتلقائي بنسبة 100% من خلال حوار مجتمعي موسع وضم التحالف بدوره لاتحاد العام للجمعيات الذي يمثل كياناً قانونياً منتخباً ومؤسساً بشكل ديمقراطي من كل الاتحادات الإقليمية والنوعية على مستوى الجمهورية وهو ما يؤكد وجود ظهير داعم لهذه التجربة من كل أطراف العمل الأهلي في مصر ووجود شركاء من الجمعيات القاعدية تخطى عددهم 24 ألف جمعية على مستوى الجمهورية وسعى التحالف لضم أعضاء جدد في كافة المجالات والتخصصات وتوسيع دائرة المشاركة وهو دليل دامغ على أن هذه التجربة هي تجربة وطنية وترغب في تجميع الجهود التطوعية والأهلية تحت مظلة واحدة من أجل تعظيم الأثر وبالنظر لوجود الاتحاد العام للجمعيات الأهلية كمظلة للجمعيات الأهلية بحكم الدستور والقانون فهذا لم يتعارض مع تشكيل التحالف لأن التحالف يستهدف جميع الكينات التنموية التي تعمل في مجال العمل الأهلي مع تقديم الرعاية الاجتماعية للمواطنين ولذلك فهو يضم جامعة القاهرة بكافة مستشفياتها وبيت الزكاة والصدقات المصري وهي كينات بحكم القانون لا يمكن أن تدخل تحت مظلة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لذلك كان وجود التحالف بشكله الحالي ضرورة ملحة وبالأخص في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها العالم ومن ضمنها مصر ولهذا فإن وجود 34 كياناً تنموياً وخدمياً تحت مظلة واحدة بإجمال عدد متطوعين مشاركين يبلغ 250 ألف متطوع وإجمال عدد مواطنين مستفيدين خلال عام واحد يبلغ 30 مليون مستفيد فإنه يعد محطة فارقة في العمل الأهلي في مصر ترجمة نانسي قنقر